موسيقى أهلا بكم إلى مجزين لآخر الأنباء من قناة الجزائر الدولية بداية اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة اليوم بحث المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 96 متطرفا اقتحى مباحات المسجد الأقصى الاثنين وسط توقعات بقيام المزيد من الاقتحامة في الفترة المقبلة في محاولات لأداء طقوس دينية يهودية تعهد رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالثأر لمقتل العقيد في الحرس الثوري صياد خدي وكلف رئيسي بحسب وسائل إعلام محلية من المسؤولين الأمنيين في طهران بالمتابعة الجادة لهذه الجريمة على حد قوله والتي تؤشر على عجز الأعداء في إشارة إلى الكيان الصهيوني خاصة أن هذه الحادثة جاءت بتزامن مع إعلان إيران تفكيك خلية على صلة بالكيان الصهيوني وجهاز المصاد أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعي اليابان في أن تصبح عضوا دائما في المجلس الأمن الدولي وأكد بايدن لرئيس وزراء اليابان خلال مؤتمر صحفي مشترك أن واشنطن ملتزمة تماما بالدفاع عن توكيو وسط توتر مع الصين وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دشنا الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين شراكة اقتصادية في آسيا والمحيط الهادي تتضمن ثلاث عشرة دولة وسط جهود لتعزيز التجارة البينية بين الأعضاء الجدد للشراكة الشراكة الجديدة تمثل برنامجا لربط دول المنطقة بشكل أوثق من خلال معايير مشتركة في مجالات تشمل مرونة سلسلة التوريد والطاقة النظيفة والبنية التحتية والتجارة الرقمية أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين رفض الحوار الوطني بالشكل الحالي الذي طرحه رئيس البلاد قيس سعيد القرار جاء في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل أشار فيه إلى أنه سيبقى في حالة عقاد دائم لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واتخاذ القرار اللازم بخصوص الاستفتاء والانتخابة التشريعية القادمة قال وزير الخارجية المالية عبدالله ديوب إن الخلافة مع فرنسا هو نزاع سياسي لم ترده مالي مواضحا أن بلاده لم تغلق أبواب الحوار معها ديوب قال إن مالي ليست في حالة عداء مع فرنسا لكنه طالبها باحترام سيادة مالي كما كشف خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيكا الروسية إن بلاده اضطرت للرد على أفعال فرنسية مسيئة ومنتهكة للسيادة المالية على حد تعبيره يزور المستشار الألماني أولف شولتس دولة النيجر ضمن جولة إفريقية بدأها من السنغال وتنتهي بجنوب إفريقيا هذا وتلقي الحرب على أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء بظلالها على أول محطة إفريقية للمستشار الألماني حيث تنوي ألمانيا التعاون مع سنغال في مجال استخراج الغاز لإيجاد بدائل جديدة أوردت وسائل إعلام إسبانية تقدم الحزب الشعبي المعارض لورقة تتضمن مناقشة السياسة الخارجية للدولة الإسبانية ويناقش البرلمان الإسباني الأربعاء المقبل مقترحا تقدم به الحزب الشعبي المتزاعم للمعارضة يطالب حكومة بيدرو سانشيز التراجع عن دعم مقترح ما يسمى بالحكم الذاتي كحل في الصحراء الغربية عبرت روسيا عن استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا وهو الأمر الذي رفضته كييف مؤكدة أنها لن تقبل بأي اتفاق مع موسكو يتضمن التنازل عن الأراضي يتزامن ذلك مع استبعاد الرئيس البولندي أندري دودا من كييف عودة علاقات بلاده مع روسيا إلى سابق عهدها فقد اعتبر مستشار الكريملين المسؤول عن المفاوضات مع كييف فلاديمير ميدنسكي أن بلاده مستعدة لاستئناف محادثة السلام مع أوكرانيا مشيرا إلى النكييف وراء تعليقها ختم هذا الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة